السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم يارب تكونوا بخير الفترة اللي فاتت قبل الانتخابات الامريكية كانت كل الاخبار العالمية اللي انا مش جايبها من عندي اللي احنا كنا دايما بنشوفها ان امريكا رصد تحرقات عسكرية ايرانية وان كنا دايما بنقول حسب الاخبار اللي هي تم تداولها من الاخبار العالمية اللي هي طبعة او طلعة من تصريحات ومسؤولين من البنتاجون ومن السي اي اي ان ايران خلاص بصدد انها توجه ضربة انتقامية الى اسرائيل والكل كان بيقول ساعتها ان الموضوع ده كان ممكن يبقى ليلة الانتخابات بعد الانتخابات بيوم علشان برضو ايران ما تفسدش فرحة الامريكان يعني بالانتخابات وكده ولكن احنا الحقيقة شايفين ان الوضع دلوقتي نوعا ما مفيش من التصريحات الايرانية الزخم الكبير اللي احنا كنا شايفينه او كأن جات الاعلام والتصليط الضوء على الانتخابات الامريكية وفوسترامب بحس انه هو تقريبا جاي بالتحضير للهجمة الايرانية دي بس السؤال هنا بقى اللي بيطرح نفسه هل بعد فوسترامب اللي هو كانت ايران بتتمنى انه هو ما يفسي ابدا هل فعلا ايران هتنفذ الدربة دي على اسرائيل ولا لا حقيقة ان احنا عندنا النهاردة مجموعة من المؤشرات اللي بتبين لنا بعض الامور تجاه الفترة القادمة ناحية ايران الحاجة الاولانية وهي ان امريكا بالفعل ارسلت طائرات F-15 والطائرات F-15E Striker Eagles اللي هي بعتتها امريكا دي بعتتها دي طبعا طبعا للقيادة المركزية الامريكية وقالت انها ارسلت قدر كافي من الطائرات دي علشان تعزز الردع امام الايرانيين وذكر المتحدث الرسمي باسم البنتج وقال لو ايران فكرت انها هتستغل اللحظات دي اللي هي بقى لحظات التسليم والتسلم الادارة لو فكرت بس انها تضر او تأذي المصالح بتاعتنا في المنطقة فاحنا هنعرف كويس قوي ندافع عن مصالحنا وعن مواطننا يعني معناها هنضرب ايران ضربة ده معناها كده المتحدث باسم البنتج وقال اذا النهاردة رغم ان في دلوقتي تسليم وتسلم وعايز احكي لحضراتكم على خطاب بايدن امبارح لان كان في نقطة مصيرة للجدل في اخر الفيديو مهمة جدا اذا في الوقت ده اللي احنا فيه بنشهد فعلا بقى بداية انتقال السلطة من الديموقراطيين الى الجمهوريين وهكذا فبرضو لازال لحد دلوقتي الوضع مشتعل بالنسبة الى ايران برضو نيجي بقى النقطة تانية وهي الخاصة تجاه ترامب ناحية ايران سياسة ترامب وقتا ما كان هو الرئيس الامريكي في الفترة اللي فاتت كان مستعين بمبعوث الامريكي لملف الايراني كان اسمه براين هوك وبراين هوك ده رجل مخضرم ورجل سياسي وهو اللي كان ماسك الملف الايراني ولكن لما جات ادارة بايدل ما عادش هو طبعا اللي ماسك الملف الايراني المفترض ان ترامب خلاص هيعينه تاني هو المبعوث الخاص للملف الايراني ورغم انه هو كان براين هوك على فكرة كان ماسك موضوع الملف النووي ده ولكن خلاص كانت افعل لما جاء بايدل والمفترض ان حتى براين هوك حيكون مسؤول عن انتقال السلطة التابعة لترامب الخاص بوزارة الخارجية يعني المفروض المبعوثين بقى والفريق بتاع وزارة الخارجية الجديد اللي جاي من ناحية ترامب لما حيتنقل حيافة تسليم وتسلم مع الادارة الحالية براين هوك هو اللي حيرقص المجموعة بتاعة ترامب فالمفترض ان الراجل ده بيعني بملف مهم جدا في الشرق الاوسط السين انه عملت معا لقاء مبارح وتكلم على سياسات امريكا قالك بص امريكا وترامب يعني مش عايز يضمر بقى ويشيل النظام الايراني النظام الايراني اللي موجود حاليا اللي يشيله او اللي ما يشيلوش ده شيء داخلي يخص الشعب الايراني ولكن ترامب ناوي على انه هو يضعف ايران سياسيا واقتصاديا ويعزلها يبقى بين كده وضوح الشمس ان ايران النغاردة عارفة ان هي دخلة على مدخل مع رئيس مش حبيبها رئيس ترامب ما بيحبش الايرانيين ولا بيحب النظام الايراني اللي موجود حاليا بس تفرق بقى المرة اللي فاتت كانت ايران مش دخلة في حرب ولا هجمات مع اسرائيل يعني في سنة بقى لغاية عندنا 2016 والفترة دي ما كانتش من 2016 لغاية 2020 ما كانش في الفترة دي الحرب اللي ما بين ايران وما بين اسرائيل موجودة ولا كانت موجودة الاحداث بتاعت غزة ولا الاحداث اللي في لبنان ولا الحوسيين بالضربات اللي بتحصل دي اذا الشأن بتاع امريكا مع ايران المرة اللي فاتت كان هو عبارة عن اضعاف ولكن المرة دي انا اشك في ذلك يعني انا في اعتقادي الشخصي ان المرة دي ترامب مش هيكتفي فقط باضعاف ايران دبلوماسيا واقتصاديا ولكن من الوارد ان امريكا تتحرك لضرب برضو اماكن في ايران خاصة ان المرة دي ان المنطقة مشتعلة وحيث ان الادارة الامريكية اصلا شايفة ان النظام الايراني الحالي هو اللي عامل مشاكل ده من وجهة نظرهم هما فانا معتقد ان ادارة ترامب ممكن حتسعى ان ده تخلي البنت جل خاصة ان احنا بقى عندنا مجلس شيوخ جمهوريين ومجلس النواب جمهوريين والادارة الامريكية جمهورية فاذا هيبقى في مساعدة كبيرة جدا جدا في قراراتهم اي نعم الديموقراطين هيقفوا قدامهم في حاجات ولكن انا اعتقاد الشخصي ان ايران النهاردة لو كان عندها العزم والنية انها تهاجم اسرائيل قبل الانتخابات الامريكية ولو بنسبة خمسة من عشرة في تصوري انها النهاردة حتتراجع عن القرار ده او بعد المستجدات اللي حصلت وفوز ترامب اعتقد ان ايران حتحاول انها تحتوي الموقف علشان ما تثرش غضب الادارة الامريكية اللي جاية بحيث انها ممكن تقول الادارة الامريكية احنا حنوجه ضربة الى ايران مش اسرائيل بقى لا حتضربها لا احنا اللي حنضربها علشان اللي هي بتعمله ده ممكن يكون تصور في الفترة اللي جاية بالنسبة للموضوع الايراني اما ما بالنسبة لموضوع اسرائيل وامريكا فبصوا حضراتكم تتنوع وتتعدد الادارات ويبقى الدعم الامريكي الى اسرائيل واحد بصوا يعني بايدن ترامب كله حيفضل داعم الى اسرائيل بس انا قلت لحضراتكم قبل كده فيه دعم عن دعم بيفرد ترامب احنا ما شفناش في وقته حرب لكن احنا شفنا دعم السياسي ودعم دبلوماسي ولكن النهاردة اعلن البنت جول انه هو وقع عقد مع اسرائيل او انهما خلاص وقعوا باتفاق انهما يدوا اسرائيل مجموعة من الطائرات خمسة وعشرين طيارة اف خمستاشر ودي اسرائيل مش دافعة منها يعني اولا الاف خمستاشر دي حضراتكم طائرة عالية جدا اصلا امريكا ما بتدهاش لاي حد خالص يعني لازم بقى موافقات يعني انت لو كدولة معاك الفلوس بدعيتها كاش تلقوا تفضلوا الفلوس هي على التراغيزة وانا يا سيدي منوافق كمان استلمها بعد عشر سنين هيقول لك لا لازم البنتاجون يوافق النهاردة البنتاجون او البنتاجون بس والكونجرس كمان لجنة الدفاع اللي موجودة في الكونجرس لازم توافق على الموضوع ده النهاردة اعلنوا على انه هم او 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 احمام حضراتكم في الرويترز بصفقة خمسة وستة من عشرة مليار دولار اصلا ده مساعدات امريكية كمان الى اسرائيل ده غير للسنة دي كان فيه صفقة بطائرات اف خمسة وتلاتين خمستاشر طيارة اف خمسة وتلاتين برضو السنة دي غير الطائرات الاف خمسة وتلاتين اللي عنده برضو فبيا يوصل اجمالي الصفقات التسليحية اللي امريكا عملتها مع اسرائيل من سبع اكتوبر لحد النهاردة كويمة الاجمالي الصفقات دي اربعين مليار دولار من امريكا الى اسرائيل جدير بالذكر ان الطائرة الاف خمستاشر هي فعلا طائرة رائعة جدا طائرة متعددة المهام طائرة لديها انظمة انظار واجهزة تشويش وحرب الكترونية طائرة عندها القدرة على الاعتراض الجوي والسيادة الجوية لديها القدرة على التدمير في اماكن مختلفة سرعة فائقة اتنين ونص مخ يعني تلات تلاف كيلو متر في الساعة طائرة فعلا رائعة جدا ده بالنسبة الى ما بين امريكا وباسرائيل نيجي بقى على الحاجة الخبر اللذيذ واللطيب ارادوا عارفين ان اسرائيل رغم انها دولة ليست اوروبية ولكن بيشاركوهم وبيشاركو الفرق بتاعتهم في الدور الاوروبي الدور الابطال الاوروبي متعرفش بقى هما كده يعني يا اسرائيل مفترض انها اصلا طبع اسيا الاراضي الفلسطينية المحتلة المهم عندهم فريق اسمه مكامي تل ابيب واحنا اصلا لا عبرنا شوفنا اسرائيل فلحة في كورت القدم لا فرق ولا منتخب يعني الا في اسيا ولا في اوروبا ولا في اي حاجة فمكابي تل ابيب راح يلعب في امستردام امستردام المدينة الرائعة الجميلة بصراحة يعني فراحوا هناك عشان يلعبوا قدام ايكس امستردام وراح الفريق الاسرائيلي شال خمس تجوال خمسة صفر ايكس امستردام غلبهم خمسة صفر ففي مشجعين بقى قال يعني حسسك انهم يعني الدولة بتاعة كورت القدم ففي مشجعين اسرائيليين راحوا مراحين على هناك وايس فجأة اني لاقي اني بالليل عبارة عن حرب مش حرب شوارع هو الاسرائيليين بيجروا بيستخبوا وناس بتنجري وراهم وبتضربهم الموضوع ابتدى ازاي؟ الموضوع ابتدى قالك ان المسلمين والعرب بيمسكونا بيضربونا وفي فيديوهات انا مش حعرف ان انا اعرضها لحضراتكم علشان سياسة اليوتيوب حتعتبر انها اساءة الاستخدام او ان انا بخرج عنها لا بعلينا المهم من الفيديوهات دي وهو مجموعة من الناس لهجتها عربية بيضربوهم وده ببين قوي قوي ان الاسرائيلي اللي بيبان وبيستخبق وراء السلاح وبيستقوى على الاطفال اللي موجودين في غزة والاطفال اللي في لبنان هما من غير السلاح الامريكي وواضح قوي ان هما بيجروا هنا وبيستخبوا هنا وبيقولوا من الواضح حسب الكلام الاسرائيليين بيقولوا لا ده الموضوع ده كان متحضر ومتحضر مصبك لا حضرتك نبص بس على الفيديو ده دي كانت الشرارة مبارح لما قلوا اعملوا الموقف ده امامكم اهو ناس عرب جاليات عربية بقى ناس عرب حطين عالم فلسطين في اماكن هما بقى بيطلعوا بيتصلكوا وبيستفزوا العرب وبيسقطوا عالم فلسطين طب انت مالك وترجعوا تشتكوا بعد كده وتقولوا معادات السامية وطبعا بنغفير اتمر بنغفير ده بتاعهم راح اتصل بوزير الداخلية الولندي وقال له يا حبيبي والنبينا بعيدت لك طيارتين ونصحوا الاسرائيليين انهم يفضلوا موجودين داخل الغرف الفندقية وما يخرجوش ابدا وطبعا بلغوا كل الريسيبشن في الفنادق هناك ان اي حد يسأل ان في اسرائيل هنا يقولوا لا فالوضع دلوقتي متأزم بيحاولوا ان هم يطلعوهم من الغرف ويجلوهم الشرطة الولندية بيحس انها تاخدوهم من الفنادق على المطار ويتم ان هم يبعطوهم خلاص على اسرائيل بالنسبة للمشجعين حاجة بقى اخيرة بالنسبة الى خطاب بايدن بايدن مبارح طلع وتكلم في خطاب والحقيقة لفت نظري جدا ان انا ما شفتش بايدن من سنوات بيكلم برزانة وبيكلم بدون اخطاق وعارف بيقول ايه وبثبت انفعالي ما شفتوش في الموقف ده من سنية وده كان شيء ملفت للنظر اني حسيت ان بايدن استعاد صحته اتكلم عن انتقال السلطة مع ترامب ولكن بصراحة لفت نظري كلمة هي دي اللي انا عايز اقولها لحضراتكم من ما لفت نظري قال ان مش لازم ان انت تفوز علشان تحب بلدك ودي كلمة رائعة جدا بيقول احنا كلنا بنحب بلدنا رغم ان حضراتكم عارفين ان امريكا ما كملتش خمسونيات سنة على بعضها ولكن ده وطنهم فاذ ما بالك بقى بقى وطننا اللي بقى لها واحنا هنا في مصر والعراق وسوريا واليمن اللي لينا حضرات ومصر الحضارة الكبيرة جدا والعراق اللي مش محتاجين ان احنا انت اي ولا اي انت دينك اي انت رأيك السياسي اي شايفين الامريكان حضراتكم هو ده اللي احنا يعني كلمة جميلة جدا فعلا مش لازم انك انت تفوز علشان تحب بلدك مش لازم ان يتم مصالح معينة علشان مصالحك الشخصية علشان تحب بلدك بشكركم جدا جدا على وشاهدة حضراتكم للفيديو السلام عليكم صيف زیقه 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 بяг شكرا